في مسعى منه لطمأنة الجانب الفلسطيني بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات أجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد فيه على أهمية استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ماكرون أكد خلال اتصاله مع عباس عزمه على العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط مشيراً إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى حل عادل يحترم القانون الدولي يبقى أولوية له موجهاً دعوة لرئيس عباس لزيارة باريس من جانبه أوضح الرئيس الفلسطيني أنه ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أنه في حال إقدام أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسيتم اتخاذ نفس الموقف منها وفي وقت سابق رحب ماكرون بما اعتبره قراراً شجاعاً من الإمارات العربية المتحدة آملاً أن يساهم ذلك في إرساء سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقرار إسرائيل تعليق ضم أراضي فلسطينية ما يتيح بحسب رأيه استئناف المفاوضات بين الجانبين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب الخميس الماضي وبشكل مفاجئ اتفاقاً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الأمر الذي قوبل بانتقادات من القادة السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة